في الستوديو العميد منير الشحاضي الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك سيد العميد بداية اليوم كيف ترى مشهد التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب بيروت؟ نعم عندما تتحدث المقاومة عن استهداف عسكرية إسرائيلية في سهل مرجعيون هذا يؤكد أن هناك كانت محاولة إسرائيلية لخرق الحدود اللبنانية باتجاه مارون الراس لماذا مارون الراس؟ ولماذا هذا الإصرار من قبل إسرائيل على مارون الراس؟ مارون الراس فيها تلة ارتفاع تقريبا 911 متر عن سطح البحر تلة مشرفة على فلسطين محتلة وعلى سهل لبنان فلذلك منذ قبل التحرير كانت تتمركز فيها إسرائيل وفي حرب 2006 كمان نفس الشيء وهلأ هي تصر على أن تدخل من سهل مرجعيون للتمركز في هذه التلة كونها مشرفة عندما تتحدث المقاومة استهدفت قوة داخلة إلى سهل مرجعيون يعني هناك احتمال كان أنه كانوا يحاولوا يعبروا الحدود فتصدت لها المقاومة فإذا نرى أن هناك عدة محاولات لإسرائيل منذ بداية العمل بري لم تفلح إسرائيل حتى الآن بالدخول إلى الأرض المنية طيب هل لاحظت بأنه اليوم قللت إسرائيل من تحركات المشاة والتوغل البري على عكس اليومين الماضيين بعد عدة محاولات فاشلة من قبل إسرائيل وبعد تكبدها خسائر ليست قليلة هي أعلنت عنها فهي تتجنب حتى الآن أن تقوم بهذا العمل البري إلا هذه الليلة كأنها عادت لتحاول كمان فاشلت فإذا إسرائيل الظاهر سوف تعود إلى مرحلة القصف الجوي والقصف المدفعي مع أنها صارت منذ بداية منذ أسبوعين تقريبا تستهدف الحدود اللبنانية من الغرب إلى الشرق بقصف جوي عنيف من الطائرات ومن المدفعية لم تفلح حتى الآن لماذا؟ يعني المقاومة تقصدت أنه عندما تقوم إسرائيل بقصف الحدود اللبنانية من الغرب إلى الشرق بواسط الطائرات وبواسط المدفعية كانت المقاومة عندما تنتهي جولة القصف فورا بعد عدة دقائق تخرج من الأرض وتقصف إسرائيل من المناطق التي قصفت لتقول لإسرائيل ليس هذا فقط لتقول أنه قصفكم لن ينفع لأن أنفاقنا مختلفة ويعني المخازن هي مخفية بشكل لن تستطيع أن تصل إليها هذا قصدا يعني هذا مقصود لكي تفهم إسرائيل وهذا ما يمنع إسرائيل أن لا تقوم باجتياح بري يعني عن طاق واسع من كل أجبهات إنها حاليا تجس نبض المقاومة خاصة أنها اعتقدت بعد اغتيال سمحة السيد حسن نصر الله ومعزم القادة الصف الأول اعتقدت أن المقاومة أصبحت مترحلة ولكن أصبح الآن هناك يبدو إدراك وفهم حقيقي في الأوساط الإسرائيلية العسكرية بأن المقاومة على الأرض لم تضاع ضع كما كانت تعتقد ليس فقط ذلك هذا ملعبها يعني المقاومة تنتظر هذا وهما سأسألك عنه عوامل القوة التي تعطي أفضلية للمقاومة في التحرك في هذه المنطقة صحيح سؤال مهم يعني طبيعة الأرض أولا هي طبيعة أرض وعرة ليست كغزة غزة أرض مسطحة أرض جنوب لبنان هي وعرة فيها وديان فيها تلال فيها أحراش فيها أنفاق مختلفة يعني طولا وحجما فيها أنواع زخيرة مختلفين حتى الآن المقاومة لم تستعمل صواريخ الكورنت لأنه في بداية التقدم البري لإسرائيل استهدفت المقاومة سلاس دبابات ميركافا وأصبتها ودمرتها لم تعد تتجرأ أن تتقدم بوسط الدبابات فاقتصر دخوله على عمليات كوماندوس حتى أن عمليات كوماندوس استهدفتها المقاومة هذا أول نقطة قوة القوة الثانية بدأت قوة الرضوان يعني من بداية الحرب إسرائيل تتحدث عن قوة الرضوان ووحدة الرضوان الآن جاء دور وحدة الرضوان طل هذه الفترة من 28 وحتى منذ أسبوع تعتقد إسرائيل أنها تحارب وحدة الرضوان من كان يطلق الصواريخ ويستهدف الدبابات ويستهدف المراكز الإسرائيلية هي وحدة الصواريخ ووحدة المدفعية فقط الآن جاء دور وحدة الرضوان هذه الوحدة المدربة تدريب خاص ولها خبرة ولها قوة لذلك نستطيع أن نقول أن هذا ملعب المقاومة في هذه المرحلة هي مرحلة المواجهة على مسافة البنتاجون يقول اليوم بأن إسرائيل ستبقى في لبنان لفترة ليست بالقصيرة الشيء دخلت على لبنان إذا دخلت على لبنان فلتبقى لن تستطيع أن تبقى لا في لبنان ولا في غزة هي في غزة لم تسبتها لن نستطيع أن نقول أن إسرائيل احتلت حتى لو توغلت هي توغلت على التخوم فاركلها على الحدود أبدا في بيوت مدنيين شبابيكة على الحدود فإذا دخلت متر أو مترين أو عشر متار هذا لا يعتبر خرقا وبعدين حتى لو خرقت هل تستطيع أن تثبت في مكانها ساعة فينا نقول احتلال إذا أردنا الحديث بعيد عن الأمان وإلى الآن إسرائيل هي تحاول التوغل واشتياح لبنان بمفردها الولايات المتحدة لم تتدخل حتى اللحظة إذا نظرنا إلى إسرائيل والإمكانيات التي تمتلكها وإلى المقاومة وكل عوامل القوة والأفضلية بالأرض وغيره وما تمتلكه الآن هل سيكون اشتياح لبنان مسألة وقت أم لن يتم دعيني بداية أشرح الموضوع منذ بداية القرار عندما قررت إسرائيل بدء العمليات البرية هي تريد أن تجس نبض المقاومة بعد الخسائر التي منيت فيها هذه واحد اثنين تريد أن ترى ما هي أمكانيات المقاومة بعد اعتقادها أن دمرت مخازن تفاجأت أن لازلت المقاومة لديها قيادة وسيطرة تفاجأت أن المقاومة لازلت لديها قدرة على القصف على الحد الأمامي للجبهة وحتى إلى العمق هذا ما جعلها تتراجع خطوطين إلى الوراء عن مشروعها بالدخول أما في حال موضوع سؤالك هل ستبقى على هذا الحال أو ستبقى إسرائيل مصرة لن تستطيع إسرائيل التراجع عن القرار الذي اتخذته هو وحل سوف تدخل فيه هو قرار إذا تراجعت عنه فهي خسرت الحرب قبل أن تبدأ أنا أعتقد بشخصية كناتنياهو سوف يبقى مصرا على عدة محاولات حتى لو كلف ذلك باهزا ولكن في النهاية سوف يفشل سوف يفشل على الأكيد طيب الاستراتيجية المتبعة في إصدار أوامر الإخلاء بالأمس تم إصدار أوامر إخلاء لـ 25 قرية باتجاه نهر الأولي اليوم أيضا تم الحديث عن 26 قرية وبلدة يعني ما الغاية ما الهدف لماذا تريد الإبعاد إلى 60 كيلومتر عن الحدود علما بأن الكلام المعلن والتصريحات المعلنة هي منطقة عازلة بعمق خمسة أو عشرة كيلومترات قبل ما نحكي على العمق خلينا نحكي على الزونات اللي عم تنقيها إسرائيل لتدميرها بديك تتخيلي بمثل ما بدي أشرح لكيها قاعدين اتنين زباط بغيرت العمليات اليوم دور هون بيعملوا عليها دويرها بهالبساطة والبكرة دور هون دمار هو تدمير بنا تحتية لجعل المنطقة غير قابلة للحياة لعدم عودة السكان عندما تنتهي الحرب يعني تخيلي عندما تنتهي الحرب كم يتطلب من وقت إعادة الإعمار هذا ما تهدف إليه إسرائيل عدا عن أنه يمكن يكون في سكان لن يعودوا وهذا سوف تفشى فيه إسرائيل لأنه تأكدي عندما تنتهي الحرب سوف ترينا كل أهل الجنوب سوف يعودون إلى أملاكهم حتى لو مدمر هذا واحد لماذا العمق هي تريد أن تقول للجنوب ليس فقط شمال الليطاني لا شمال الأولي هكذا فعلت بحرب 2006 وإذا نذكر بال2006 عندما انتهت الحرب كانت تريد إسرائيل أن تبقي ورقة عودة النازحين بيدها ولكن صدرت أوامر من قبل السلطات اللبنانية أن تدعو كل الجنوبيين العودة إلى منازلهم فرأينا هذه المواكب الضخمة وهي عائدة أحرجت إسرائيل ولم تعد تستطيع أن تحرم الجنوب من عودته إلى قراء فإذا هذا المشروع سوف يفشر مع إسرائيل الدمار سوف يحصل سوف تنجح في الدمار طيب سأسألك ولكن سمحني أشير إلى بيان آخر من حزب الله يقول فيه بأنه فجرنا ثلاث عبوات ناسفة بالقوات المتقدمة نحو مارون الرأس واشتبكنا معها وأوقعناها بين قتيل وجريح طيب بالنظر إلى يعني هذه الإنجازات صح التعبير التي تقوم بها المقاومة ضد إسرائيل ما هي النقطة الفاصلة بالنسبة لإسرائيل التي ستقول عندها عسكريا بأنه أصبحت الخسارة أكثر من الربح ويمكن أن تتجه إلى حوار أو مقاش سياسي منذ بداية العمل البر يعني بعد هذا القصف المكسف والمدمر واستعمال القنابل الـ MK84 التي هي تعتبر زلزال 3.6 على مقياس رغتر تحدث كل قنبلة يعني فهذا النوع من القنابل التي ألقتها منذ أسبوعين حتى اليوم وكل هذا الدمار الذي إحدثته اعتقد وخاصة أنها نرجع من عيد اغتالت سمحت السيد وعدد كبير من القادة الصف الأول اعتقدت أن المقاوبة سوف تنهار وإذ بها تتفاجأ الخط الفاصل هي اكتشفت أن مشروعها فاشل وهي تترنح بالنسبة للقرار يترنح قرارها بالدخول البري لأنه في حال دخلت فعلا هذا مثال يعني هذا الإعلان من قبل المقاومة مثال لأن كل جبهة جنوب لبنان هي مفخخة هناك كماء هناك مقاومة سوف يخرجون من باطن الأرض لن يعرف الإسرائيلي من أين سوف يخرج إليه المقاومة خاصة إذا دخل بالدبابات لماذا أحجم الإسرائيلي على الدخول بالدبابات لأنه يعلم أنه سوف تكون هناك مقبرة جديدة على غرار 2006 ليست مسألة توقت فقط أنا أعتقد أنه سوف يفشل في النهاية ولكن عندنا شخص مثل نتنياهو اللي بشوفه أنه سوف يجز يسعى إعادة تركيب الشرق الأوسط قبل الشرق الأوسط خلي خلص من لبنان وغزة شكرا لك على وجدك معنا في السوديو العميد منير شحاد الخبير العسكري والإستراتيجي